الأخير ممن تدعو له الملائكة وبل يدعو له كل خلق الله يعني مع الملائكة كل خلق الله هو من يعلم الناس الخير أي إنسان يعلم غيره خيرا فالله عز وجل وجميع خلقه يصلون عليه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام الترمذي عن سيدنا أبي أمامة رضي الله عنه قال إن الله اسمعوا أيها الأحبة وملائكته وأهل السماوات والأراضين حتى النملة في جحرها وحتى الحوت ليصلون على معلم الناس الخير يا الله أي خير تعلمه لغيرك ينفعهم في دينهم أو دنياهم في دنياهم أو في آخرتهم الله وجميع خلقه يصلون عليك وذكرنا أن صلاة الله هي سناء الله الله عليك في الملائي الأعلى وأن يذكرك الله في الملائي الأعلى وصلاة الملائكة هي الدعاء والاستغفار أيها الأحبة هذه عشر أعمالين نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحققنا بها خمسة تكون في المسجد وخمسة في خارج المسجد أو يعني خمسة متعلقة بالمسجد ممن ينتظر الصلاة من يصلي في الصفوف الأول ممن يصلي عن يميم الإمام وكذلك ممن ينتظر بعد الصلاة ومن بات طاهرا ومن يصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن يدعو لأخيه بظهر الغيب وللمنفق تدعو له الملائكة وكذلك من يعود أخا أو يعود مريضا أو يزور أخا وأخيرا من يعلم الناس الخير